الممثل والكاتب والمخرج العراقي ذو الفقار خضر والذي مثل دورد حام ولد سنة 1983 بمدينة الحلة محافظة بابل بالعراق يبلغ عمره حالياً 41 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2000 الحالة الاجتماعية متزوجة الممثلة العراقية صبا إبراهيم والتي مثلت دور إنصاف ولدت سنة 1982 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 42 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1998 تزوجت سنة 2023 من الفنان العراقي زيد الراشد الممثل العراقي بكر خالد والذي مثل دور كرم ولد سنة 1988 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمره حالياً 36 سنة يبلغ طوله 1.75 متراً بدأ مشواره الفني سنة 2008 تزوج سنة 2020 من الإعلامية هيفاء حسوني الممثلة ومقدمة البرامج العراقية هند نزار والتي مثلت دور شذا ولدت سنة 1997 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 27 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 2013 الحالة الاجتماعية متزوجة الممثلة العراقية زهور علاء والتي مثلت دور سلوى ولدت سنة 1979 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 45 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1997 الحالة الاجتماعية متزوجة ولديها ابنة تدعى صره وولد يدعى عبدالله الممثل العراقي قاظم القريشي والذي مثل دور الناصر ولد سنة 1967 بمدينة النعمنية محافظة وأصدع بالعراق يبلغ عمره حالياً 57 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2009 الحالة الاجتماعية متزوجة الممثلة العراقية ومدربة اللياقة البدنية مريم غريبة والتي مثلت دور حانين ولدت سنة 1987 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 37 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 2019 الحالة الاجتماعية غير متزوجة الممثل والفنان والمخرج والكاتب المصرحي العراقي محمود أبو العباس والذي مثل دور يحيا ولد سنة 1956 بمدينة البصرة بالعراق يبلغ عمره حالياً 68 سنة بدأ مشواره الفني سنة 1980 الحالة الاجتماعية متزوجة الممثل والفنان العراقي محسن الجلاوي والذي مثل دور زكي ولد سنة 1956 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمره حالياً 68 سنة بدأ مشواره الفني سنة 1979 الحالة الاجتماعية متزوجة الممثلة العراقية أسيا كمان والتي مثلت دورة هاني ولدت سنة 1961 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 63 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1975 تزوجت الممثلة أسيا مرتين الأولى كانت من المخرج العراقي فلاح زكي وهو أب لأولادها عمره وعبد الله ولكن تم انفصالهما وهي الآن متزوجة من الممثل والكاتب التلفزيوني العراقي باسل شبيب الممثلة العراقية بشرى إسماعيل والتي مثلت دورة شروق ولدت سنة 1958 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 66 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1980 الحالة الاجتماعية متزوجة الممثلة والإعلامية والمغنية العراقية مينا نور الدين والتي مثلت دورة رفل ولدت سنة 1995 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 29 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 2015 الحالة الاجتماعية غير متزوجة الممثلة العراقية بيداء رشيد والتي مثلت دورة ثرية ولدت سنة 1972 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 52 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1992 وهي متزوجة من مهندس كهرباء يعمل خارج العراق ولها منه ثلاثة أبناء وهما محمد وأحمد وبسمة الممثل العراقي عمر اليوز بكي والذي مثل دور سعد ولد سنة 1993 بمدينة الموصل بالعراق يبلغ عمره حالياً 31 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2020 الحالة الاجتماعية غير متزوجة الممثل العراقي حسين عجاج والذي مثل دور أمجد ولد سنة 1980 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمره حالياً 44 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2005 وهو متزوج من الممثلة زهور علاء ولديه ابنة تدعى صاره وولد يدعى عبد الله الممثلة العراقية ساندي جمال والتي مثلت دور ياسمين ولدت سنة 1995 بمدينة حمصة بسوريا يبلغ عمرها حالياً 29 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 2019 تزوجت سنة 2023 من الممثل العراقي أحمد الخفاجي الممثلة العراقية فوزية حسن والتي مثلت دور أم ياسمين ولدت سنة 1955 بمدينة ناصرية بالعراق يبلغ عمرها حالياً 69 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1972 تزوجت سنة 1990 من حسين محمد رشيد ولديها منه ولد يدعى سنان الممثل والفنان والمخرج والمنتج العراقي رياض شهيد والذي مثل دور سمير ولد سنة 1957 بمدينة القادسية بالعراق يبلغ عمره حالياً 67 سنة بدأ مشواره الفني سنة 1977 وهو متزوج من الممثلة العراقية هديل كامل ترجمة نانسي قنقر